معنا من بيروت غسان حصباني نائب رئيس الحكومة اللبنانية السابق والنائب في البرلمان اللبناني أهلا وسهلا بك سيد غسان معنا في التاسعة عشرة لنبدأ بما يتعلق بقوات اليونيفل ما فائدة تمديد مهمة اليونيفل دون التعديل على أبرز بنودها أو حتى التعديل على ما جاء فيها ليتواكب على الأقل مع الأوضاع الآن في لبنان أقل له أن قوات اليونيفل تبقى موجودة على الأراضي اللبنانية في الجنوب تنهيدا لاستكمال تطبيق القرار 1701 بكامله لأنها جزء أساسي من تطبيق قرار 1701 إضافة إلى وجود واسع أيضا بالجيش اللبناني والذي أيضا ينسحب على كافة الأراضي اللبنانية بوجود الجيش اللبناني ويعني كجهة وحيدة مخولة بالدفاع عن الأراضي اللبنانية وحماية حدودها فوجود اليونيفل واستمراره أقله بالمهام القائمة حاليا يساهم في تطبيق 1701 ولكن لا بد من توسيع هذه المهام لتشمل كل النقاط المطلوبة بتطبيق قرار 1701 لأن قوات اليونيفل تعرضت لكثير من المضيقات والهجمات من قبل بعض العناصر المرتبطة بحزب الله والقريبة من حزب الله والتي دائما تهجم على اليونيفل أو تعرق العملها بغطاء التحركات الأهلية وهناك مناطق محظورة على اليونيفل من قبل حزب الله وأيضا رأينا حوادث قتل للأعضاء في اليونيفل أيضا في السابق لذلك أيضا توسيع المهام ضروري لكن أقله أقله أن تبقى هذه القوات موجودة كنقطة بداية لتطبيق القرار 1701 طيب سيد غسان برأيك ما التعديلات التي يمكن أن تضاف على المهمات اليونيفل اليوم لتتمكن من الاستمرار دون التعرض لما تعرضت إليه آنفا منذ بداية هذه الاشتباكات بين الجانب الإسرائيلي وحزب الله هناك العديد من الأمور التي طلبت من قبل المسؤولين عن القوى اليونيفل في لبنان لحمايتهم لحماية أكثر لمؤازرة أفضل لحرية التنقل أكبر وقدرة على الاستجابة للحالات الطارئة والدفاع عن نفسها أكثر يعني قدرة احتكاك أكثر وقدرة توسع بالمهام والحركة وحرية الحركة على أراضي الجنوبية في لبنان إضافة لبعض التجهيزات والعتيد والأعداد طيب عفوا سيد غسان عندما يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية بأن اليوم مطار بيروت قد يكون معرضاً للمخاطر طبعاً هذا الحديث سمعناه قبل ولكن من وسيلة إعلامية غربية عندما يأتي اليوم على لسان سيد سمير جعجع على ماذا استند في ذلك؟ نحن كما قلنا لهذه الوسيلة الإعلامية والتي أخذت حديث مني في تلك الفترة لدينا مخاوف كثيرة من المعروف أن المنطقة المحيطة بمطار بيروت هي منطقة يسيطر عليها حزب الله وحلفائه مدخل المطار طريق المطار وغيرها وهذا أمر معروف من كل الجوانب وكما رأينا أن في كل ما يحدث احتكاك أو عمليات عسكرية على لبنان خاصة ضد حزب الله يكون المطار عرضة للخطر وتتوقف فيه الملاحة وتتأخر فيه الملاحة إضافة إلى عوامل متعددة محيطة بهذا المطار التي قد تعطل الملاحة وحركة السفر كلياً عندما يكون هناك مخاطر محدقة في لبنان والحاجة لمطار آخر لحركة السفر كي لا تنقطع حاجة دائمة في لبنان وليست فقط اليوم لكن اليوم نرى ضرورتها وأهميتها عندما يكون هناك مخاطر محدقة في لبنان حتى حركة السفر من دول الخليج كانت قد توقفت والكثير من المواطنين الخليجيين لم يتمكنوا من السفر إلى لبنان أحد الأسباب كان هو الوضع القائم في مطار بيروت وعلامات الاستفهام حول سلامة المسافرين في مطار بيروت طيب سيد غسان ما الذي لم يقال لحد اللحظة ما الذي لم يفصح عنه حول الزيارات المكوكية لألوسطة زيارات هوكشتاين وقبلها أيضا كان هناك زيارات لمسؤولين أمريكيين وحتى لبلينكين مع تحديدا مع الحديث المتصاعد حول اشتعال الجبهة اليوم والتركيز الإسرائيلي على شماله كنت قد حذرت من هذا الموضوع مسبقا منذ عدة أشهر أن نافذة الدبلوماسية تتقلص ومخاطر التصعيد تزيد مع الوقت وزيرات المكوكية كان دائما هدفها التهدئة ووقف إطلاق النار الفوري ومن بعدها النظر بخطوات إضافية لتثبيته وتثبيت الاستقرار منها النظر في الـ 17.01 وتطبيق القرارات الدولية في لبنان طبعا كما نرى في غزة الخطوات التالية لوقف إطلاق النار لكن يبدو أن هذه الزرارات لم تنتج أي وضع نهائي ومستقر للحالة القائمة فهناك ترقب كبير من الردود والردود على الردود وتصعيد تدريجي قد يحصل على الجبهة اللبنانية لأن قرار الحرب ما زال بيد إيران تحديدا وحزب الله في لبنان وقد تستخدم إيران أزرعها في المنطقة للتصعيد وهذا أمر يثير الشكوك والمخاوف لدى الجميع لكن أزيارات المكوكية حتى اليوم لم تفلح بلجم أو إيقاف هذا الاحتمال وما لم يقال بشكل واضح هو أن هناك دائما خشية من تفلط هذا الوضع أو حصول أي خطأ بالحسابات قد يؤدي إلى تصعيد مفاجئ من أي جهة قد يطلق طيب سيد غساني حزب الله أو حتى طهران تقول بأنها لن تقع في فخ نتنياهو بجر لبنان إلى الحرب واليوم نسمع هذه التقارير التي تتحدث عن أن الرد المنتظر سيكون فقط من قبل حزب الله وبالتالي هل برأيك أن الدبلوماسية لحد الآن نجحت في أن تثني ربما ساحة لبنان عن هذا الرد وبالتالي يأتي من ساحات أخرى يتواجد فيها حزب الله أم أن ذلك مستبعدا اليوم لم نكن بالحقيقة لم يكن هناك أي شك حول نية إيران بأن تستخدم الشعوب خاصة العربية في لبنان في فلسطين في اليمن لتستمر بالتصعيد لتستمر بالتضحية بهم لكي تتوصل إلى أن تتفاوض هي على مصالحها وعلى ما قد يؤدي إلى خروجها أو عدم زجها مباشرة بأي معارك وهذا ما نراه يعني يحصل اليوم وحسب المعطيات وحسب ما نراه يعني يعلن من تصاريح من مواقف ويبدو أن إيران تتريث في الردود أو في الدخول مباشرة بردود على إسرائيل وتعتمد على أن يكون هناك ردود من قبل الأطراف التابعة علىها في لبنان أو في اليمن أو في أي مكان آخر تحديدا في فلسطين إذا كان هناك قدرة على التحرك بعد الآن من قبل حماس لكن الأخطر اليوم هو أن حزب الله هو القوة الأساسية التي تستخدمها إيران في المنطقة لتقوم بأي رد مباشر أو أي حركة عسكرية مباشرة ضد الكائن الإسرائيلي مما يعرض لبنان إلى مخاطر أكبر وضرر أكبر وخسائر أكبر يدفعها الشعب اللبناني بعد أن يأخذ حزب الله وإيران قرار الحرب والسلم الذي لا علاقة للشعب اللبناني فيه إطلاقا وهذا الأمر الخطير جدا على لبنان لأن لبنان اليوم عليه أن يتحمل خسائر الحروب تبعات الحروب وإنهيارات أكبر جراء الحروب وهو لا يستطيع تحملها مقابل قرار عسكري تتخذه إيران ينفذه حزب الله من الأراضي اللبنانية بدون علم اللبنانيين أو استشارتهم أو رجوع إليهم أشكرك جزيلا شكرا كنت معنا من بيروت غسان حسبان نائب رئيس الحكومة اللبنانية السابق والنائب برلمان اللبناني شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك